بعد إذنك نروح بس سريعا لزميلنا كريم أحمد ولقاء مع الكابتن سامي أمصان مضرب النادي الآلي فضل يا كريم المجهود اللي بوزل حقيقة بالنسبة لكل قطاع نشيئين الموجودين والاستعانة وانتوا كمان قدرتوا تدخلوهم في الأجواء والمباريات بحجم كأس الربط الكبير جدا أمر يحسب للجاز الفني لكن منول هردي لك النهاردة على نتيجة تحياتي طبعا كابتن أي منه ضيوفه زي ما انت قلت أولا باشكر لعيبة طبعا عن الجهد اللي عملوه أعتقد ما فيش فرقة بتستحمل الغيابات دي كلها يعني عندنا لعيبة دولية موجودين في المنتخبات كلها عندنا لعيبة مصابة كورونا عندنا لعيبة النهاردة حتى وليد النهاردة كان لحد آخر لحظة كان المفروض يكون في القائمة تاعب مبارح بالليل برضو واضطرنا أننا نغير زياد فأعتقد غيابات كانت مؤثرة بالنسبة لنا لكننا بنحاول وتجربة كويسة للعيبة الصعادة أعتقد أنه قد ومرضوط كويس إن شاء الله الفترة اللي جاية يأتي خبرات أكتره إن شاء الله نستفد بالبطولة وبنحاول في المتش النهاردة نحاول نحنا كنا ندي قوي أصدفة الأقوية طبعا بتلعب فول تيم اللي انت تأدي الأداء دوته الجهد ده أعتقد جهد مشكور لعيبة إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله يكون اللعيبة اللي عندها كورونا رجعت لنا ونقدر نستفد بيهم إن شاء الله للمبارات القادمة إن شاء الله دير النفسي بالنسبة لحقيقة اللي لعبين اللي نشئين كان مهم جدا لإن يخشوا في الأجواء ويخشوا بحجم بطولة أو بحجم مبارات النهاردة كمان الجوني بيالعب فول تيم يا كاتسامي زي ما أنت قلت كان محتاج منكم مجود كبير على معتقد الفترة خلينا نتفق إن موظم اللعيبة اللي موجودين في خطاع النشئ كلهم لعيبة مهيزين جدا بيبهم محتاجين فرصة يعني أنت عارف كل اللعيبة كلنا وكلنا اللعيبنا في ظروف زادية يعني إن أنت بتجي لك الفرصة مهم أن أنت تمسك فيها ممكن أنه ده الرجل اللي تكلم عليهم يعني أنتوا لعيبة كويسة عندكم إمكانات كويسة الفرصة جات لك في ظروف كويسة تقدر تثبت نفسك وتقدر تعرف الناس بإمكانياتك وقدراتك وأعتقد الحمد لله النهاردة ناس كتير موظم كل اللي شاركوا حتى للناس البودرة أعتقد لهم قدوا مرضود كويس إن شاء الله دي قدروا من نمني عليها الفترة الجاية بإذن الله مباراة الإسماعيلي هل هيكون فيه عودة كبيرة من كل اللعيبة طبعاً لغابت عن هذه المباراة وأيضاً كمان نهاردة بنخسر كريم فؤاد وإمكانكم كمان أعزين التطمن على صلاح محسن شايف مباراة الإسماعيلي إزاي في ظل الظروف ده كابتين سيدي لازم تلعب بالمتاح بالنسبة لك يعني فيه حاجات قدرية ما تقدرش أنت تغيرها يعني اللعيبة عندها كورونا هتقتل تغيرها إزاي يعني اللعيبة مصابة النهاردة برضو كريم النهاردة بتفقده صلاح محسن درنا نحافظ برضو على محمد محمود عشان بقال فترة كبيرة ما تلعبش عشان لو النهاردة لعب التسعين ديقة طبعاً هتأثر عليها المبارات الجاية حسب حسن نفس القصة عندنا حتى أفشا وحسين كان عندهم برد ما قدرناش اللي احنا نستفاد بيهم ففي حاجات غزبة عننا مش هتقدر تعمل فيها حاجة لكن هتلعب بالمتاح انت نادي الأهلي فرقة كبيرة وكل اللعيبة الموجودة لعيبة مميزة محتاجين بس نتصبر على اللعيبة ديتها وان شاء الله يكون اللعيبة تقدر تفيدنا أكتر من اللعيبة اللي انت تشتري اللعيبة من بره يعني اللعيبة مميزة جداً معظم اللعبة دي لو لعبت في أي فرق في الدارة المتاز أعتقد لها هتقدي مردود كويس يعني لكن في الأول وآخر راحنا بنحاول بنشتغل في كل المتاح بنسباننا ما تنساش برضو اللي احنا عندنا بطولة مهمة جداً كاس عالم لو انت فكرت برضو اللي انت تفقد لعيبة النهاردة انت فقدت اتنين لعيبة في كاس الأمم فقدت بدر بنون ان شاء الله ربنا شوعة فيهم واكرم توفيق اللعبين مهمين جداً مؤسرين جداً اللعبين قاسين جداً فانت لو قعدت بقى تفكر التفكير دوت والنهاردة الموطشات برضو نفس القسل لانه مش هيبق فيه فترة بعد البطولة ديته وبعد بطولة كاس الأمم اللي انت تجهز حد يعني فدي الحاجة الوحيدة لتجهز لعيبة لكن في نفس الوقت بتبقى متخاوف النهاردة لو حصل حاجة يعني النهاردة كريم النهاردة بيتصاب مثلاً لو لو قد الله حصل إصابة كان كبيرة هتعمل ايه هتضطر تفكر في حل تاني وانت بتلعب في لفل عالي جداً فانت طبعاً الله يكون فعون الراجل يعني تفكير نحن نفكر كل يوم نتكلم كل يوم ان احنا قدام تحدي كبير جداً يعني ان انت طبعاً انت بتلعب باسم النادي الاهلي اسم كبير لازم لما تشارك في بطولة لازم نبقى انت المرشح الاول بالنسبة لها وبين انت عندك بطولة مهمة جداً كاس عالم مهمة جداً انت تلعب فيها بكل كهوتك مهمة جداً انت تتحضر برضو اللعيبة ديات عشان كاس العالم عشان اللعيبة انت مش عارب برضو مردود اللعيبة اللي لسه موجودة في البطولة هيحصل فالله يكون فعون الراجل تفكير كبير جداً لكن في الاول الاخير احنا بنعمل علينا وان شاء الله ربنا يقدر الاحسن بإذن الله شكراً جزيلاً